اهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه النشرة الإخبارية والبداية من عودة مؤسسات الدولة إلى العاصمة عدن اذا عقد مجلس القيادة الرئاسي اجتماعه الأول مع هيئة التشاور والمصالحة التي تتألف من خمسين عضوا يمثلون كافة القوى الوطنية وعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسية الدكتور رشاد العليمي عن أمله في أن تكون هيئة التشاور والمصالحة عون للمجلس وأن يكون أعضاؤها الذين يمتلكون التجارب في العمل السياسي والإداري عند مستوى المسئولية وتم التوافق على رئاسة هيئة التشاور والمصالحة بانتخاب محمد الغيثي رئيسا وعبد الملك المخلاف عضوا صخر الوجيه عضوا وجميل علي رجاء عضوا وأكرم الغامري عضوا في الرئاسة التنفيذية إلى ذلك عين مجلس القيادة الرئاسي محافظ عدن أحمد حامد لملس وزيرا للدولة وعضوا في مجلس الوزراء ونص قرار جمهوري بالتعيين محافظ عدن أحمد حامد لملس وزيرا للدولة عضوا في مجلس الوزراء وذلك بناء على موافقة أعضاء مجلس القيادة الرئاسي ويعد هذا القرار هو الأول لمجلس القيادة الرئاسي منذ تسلمه السلطة في الأثناء ناقش مجلس القيادة الرئاسي برئاسة الدكتور رشاد العليمي وأعضاء المجلس القيادي للدولة ناقش الأوضاع الخدمية والمعيشية وتطبيع الأوضاع في مختلف المحافظات وعلى وجه الخصوص العاصمة عدن في أول اجتماعات المجلس القيادة الرئاسي برئاسة الدكتور رشاد العليمي وبحضور أعضاء المجلس القيادي ورئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك وقف الاجتماع الرئاسي أمام مصفوفة من المتطلبات الخدمية العاجلة في كافة المحافظات وخاصة في العاصمة عدن في مجال الكهرباء والصحة والطرقات والصرف الصحي واتخذ بشأنها عددا من القرارات العاجلة اجتماع اليوم ناقش كثير من مشاريع التنموية والخدمية للعاصمة المقطع عدن بحضور دولة الرئيس الوزراء ناقشنا العديد من هذه القطاعات تم اتخاذ قرارات بالاشتراك مع الوزراء المعنيين واشراف دولة الرئيس الوزراء عليها كانت هذه القطاعات هي القطاعات الخدمية مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي للطرقات أيضا فيما يخص أيضا المصافي وكثير من قطاعات الهامة ما يبشر بخير بأول اجتماع تباشر به مجلس الرئاسة أن يناقش هموم وقضايا التنموية والخدمية للمواطنين كما ناقش الاجتماع ضرورة ترجمة الأولويات التي حددها رئيس مجلس القيادة أمام البرلمان في أن العاصمة المؤقتة عدن ستكون محور اهتمامات المجلس واتخذت قرارات فيما يتعلق بلجان مصغرة من عدد من الوزراء تحت إشراف رئيس الحكومة لمتابعة تنفيذ هذه القرارات والمشاريع المتوقفة اجتماع اليوم مع فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي وعضاء المجلس كان بخصوص الأوضاع تحديدا في عدن ووضع الخدمات والوضع الاقتصادي في البدء بشكل كامل لكن التركيز اليوم كان على محافظة عدن بوجود محافظة عدن ووضع الخدمات في القطاعات الرئيسية وبالأخص موضوع الكهرباء وهو الجانب الملاح بشكل كبير جدا والخدمات الأخرى المتعلقة بالمياه الصرف خدمات الصحة التعليم أشياء كثيرة جدا ووضعت مصفوفة من المحددات وتخذت قرارات فيما تعلق بلجان مصقرة من عدد من الوزراء مع محافظ عدن تحت إشراف رئيس الحكومة لمتابعة تنفيذ هذه القرارات فيما تعلق مشاريع بنية تحتية متوقفة أشياء جرى توقفة خلال المرحلة الماضية ومنذ أداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب شرع مجلس القيادة الرئاسي على الفور في عقد سلسلة اجتماعات مكثفة من أجل ترجمة الأولويات على أرض الواقع مع عودة الحكومة إلى العاصمة عدن يعلق الشارع العدني الآمال عليها في إيجاد معالجات حقيقية لمختلف القطاعات منها القطاع الخدمي المزيد في هذا التقرير تعود الحكومة إلى العاصمة عدن وبكامل أعضائها عودة تأتي تنفيذا لتلك التطورات السياسية الأخيرة والذي نتج عنها تشكيل مجلس القيادة الرئاسي عودة يضع المواطنون آمالهم نحوها في الشروع بتحسين الأوضاع يعني الأمور تحسن من رواتب يدفعوا رواتب الناس في اليونود لهم من 19 أو من 10 أو 20 بدون رواتب تدفع المستحقات الناس وتقوم بالمشاريع الخدمية من كهرباء ومن مياه وكثر الله خيرهم الاقتصاد والخدمات وتحسين حياة المواطنين اجتماعيا ومعيشيا يأتي في طليعة المطالب للمواطنين ولا يختلف الحال عن العاصمة عدن التي مر مختلف القطاعات فيها التدهور الملحوظ ويعول على الحكومة إيجاد خطط استراتيجية عاجلة في إنقاذ التهاوي الاقتصادي وإنعاش الاستثمار وتحسين مستوى الخدمات إذا كان المواطن مرتبع 30 ألف إيش بتقبن حاجة؟ يعني إيش علبة حليب ولا؟ وصحاب المعاشات كيف بتكون يعني؟ للأسف مزدري جدا إذا كان نحن نشتغل خاص رواتبنا من 150 إيش تكفي نحن؟ يعلق الجزء كبير من المواطنين آمالهم على عودة الحكومة لعدن وهناك ملفات عديدة أهمها الخدمات الأساسية التي تحتاج إلى حلول عجلة وجريئة ولتكون العاصمة عدن مرتكزا ونقطة انطلاق نحو إصلاحات حقيقية يلمسها المواطن لقناة الغد المشرق عبدالله الكثيري عدن عقد مجلس القيادة الرئاسي اجتماعا في العاصمة عدن برئاسة رئيس مجلس القيادة دكتور رشاد محمد العليمي وحضور أعضاء المجلس أناقش الاجتماع وأولويات المرحلة المقبلة وترجمة التعهدات التي أطلقها رئيس مجلس القيادة الرئاسي في كلمته الأولى التي ألقاها عقب أداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب سواء فيما يتعلق بالمسار الاقتصادي والخدمات العامة أو الجانب العسكري والأمني والسياسي وأهمية أن تحظى عدن بدعم كامل في مجال التنمية والاستقرار نفتتح الجلسة الأولى لمجلس القيادة الرئاسي بعد أداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب والشورى وباسمكم أخواني أشكروا الإخوة سفراء الدول الشقيقة والصديقة الذين شاركونا في الحضور وكذلك المبعوث الأممي والسويدي لبلادنا كما أشكر باسمكم اللجنة الأمنية لمحافظة عدن برئاسة الأخ أحمد الأملس محافظة المحافظة رئيس اللجنة الأمنية والشكر موصول أيضا للإخوة في الأجهزة الأمنية والعسكرية الذين شاركوا في الترتيبات الأمنية لهذا الاجتماع التاريخي في محافظة عدن في غضون ذلك وصل مجلس النواب عقد جلساته برئاسة رئيس المجلس سلطان البركاني وذلك لمناقشة القضايا والمواضيع المدرجة ضمن جدول أعمال الفترة الأولى لدور الأنعقاد الثانية وستمع المجلس إلى البيان المالي لمشاريع الموازنات العامة للسنة المالية 2022 حيث هدفت الحكومة في بيانها المالي إلى جملة من السياسات والإجراءات العامة التي ستعمل على تنفيذها في مجال السياسات المالية والنقدية وسياسات تعزيز النمو الاقتصادي وبحسب البيان تقدر جملة الموارد العامة لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 بمبلغ 3 تريليون و243 مليار ريال فيما قدر العز في مشروع الموازنة بمبلغ 400 مليار ريال في سياق آخر أعلنت الحكومة عن تسيير رحلة نسبوعية من مطار صنعاء دولي إلى العاصمة الأردنية عمان ذلك ضمن اتفاق هدنة الشهرين التي أعلنتها الأمم المتحدة في اليمن مطلع الشهر الجاري بعد توقف الرحلات الجوية التجارية من مطار صنعاء منذ ست سنوات ها هي بشائر الهدنة الأممية تؤتي أكلها حيث قالت الخطوط الجوية اليمنية إنها ستسير أول رحلة تجارية إلى مطار صنعاء الأحد القادم وزفت الخطوط الجوية اليمنية في بيان بشرى للمسافرين اليمنيين عن رحلة أسبوعية من مطار صنعاء الدولي إلى العاصمة الأردنية عمان وأشهد البيان باتفاق الهدنة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة لتخفيف معاناة الشعب اليمني ورحب المبعوث الأممي إلى اليمن هانز جروندبرغ بالإعلان عن أول رحلة تجارية من مطار صنعاء منذ ست سنوات وفي بيان صادر عن مكتب المبعوث الأممي أعرب جروندبرغ عن امتنانه للدعم القيم الذي تقدمه المملكة الأردنية الهاشمية والتعاون البناء للحكومة اليمنية وهنأ جميع اليمنيين على هذه الخطوة التي طال انتظارها واشتدت الحاجة إليها بحسب تعبيره في الصدد أعربت الحكومة في بيان لوزير الخارجية أحمد بن مبارك عن شكرها لحكومة المملكة الأردنية الهاشمية على تسهيل منح التصاريح لتشغيل رحلات الخطوط الجوية اليمنية بين صنعاء وعمان خلال فترة شهري الهدنة وأكد حرص الحكومة اليمنية لعمل كل ما من شأنه التخفيف من المعاناة الإنسانية للشعب اليمني معربا عن أمله أن تساهم هذه الخطوة بالتسريع لاستكمال ما تبقى من بنود الهدنة وفي المقدمة فتح طرق مدينة تعز رصدت القوات الحكومية ثمانين خرقا للهدنة الأممية في جبهة مارب والجوف وصعدة وحجة والحديدة وتعز والضالع وإشار المركز العالمي للقوات الحكومية إلى محاولة التسلل نفدتها مجاميع حوثية مسلحة تحت غطاء ناري كثيف باتجاه مواقع عسكرية في محور حيس جنوب الحديدة وفي جبهة المخدرة غرب مارب لافتا إلى مقتل أحد أفراد القوات الحكومية ثلاث إهدافات ميليشيات الحوثي على المواقع في الجبهة الشمالية الغربية بمحافظة مارب إلى ذلك أعلنت القوات الحكومية إسقاط طائرة حوثية مسيرة مفخخة في محور رازح غرب محافظة صعدة وفد المركز العالمي للقوات الحكومية أن إسقاط طائرة الحوثية جرى أثناء تحليقها باتجاه مواقع عسكرية في محور رازح غرب الصادة وذلك ضمن خروقاتها المتكررة للهدنة الأممية النشر متواصل وفيها بعد الفاصل ميليشيات الحوثي تفرج عن إرهابيين ضمن صفقة لتنفيذ عمليات تستهدف المحافظات المحررة أطلقت ميليشيات الحوثي سراحة واحد وثلاثين عنصراً انتمون لتنظيم قاعدة الإرهابي كان محتجزين في صنعاء على ذمة قضايا إرهابية فيما يبدو أن العملية ضمن صفقة عقدتها الميليشيات وعناصر التنظيم لتنفيذ عمليات إرهابية لإرباك الترتيبات السياسية والأمنية الجديدة في المحافظات المحررة ترتيب الأجندة السياسية بعد المجاورات اليمنية والتطلعات القادمة مطيات تشير بأن زعزعة الأمن في صفوف الميليشيات الإرهابية حتماً محقق فالقادة الجدد يصلون للعاصمة مطمئنين الشعب بأن الإرهاب والتخريب سيقطع دابره اليوم من البلاد لتتحرك بدورها الميليشيات وتطلق سراحة من اغتالوها يوماً ما وتشبك الأياد معهم في خطوة ذات أبعاد إرهابية بحتة بعد المستجدات الأخيرة وهذه المرة بتوجهات من زعيم عصابتها المدعو عبد الملك الحثي بالإفراج عن أخطر ثلاثة إرهابيين ينتمون للقاعدة قاموا بتفجير عرض عسكري في أحد السنوات يتبع للميليشيات تحركات الميليشيات للإفراج عن الإرهابيين الثلاث أتى عقب يومين من عملية فرار منظمة لعشرة سجناء من سجن في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت خضع لسيطرة المنطقة العسكرية الأولى كانوا محتجزين على ذمة قضايا إرهابية حيث يرى المراقبون أن هروب السجناء المحتجزين في قضايا إرهابية من سجن يتبع المنطقة العسكرية الأولى في سيئون وإفراج ميليشيا الحوثي من ناحية أخرى عن عشرات من عناصر القاعدة يأتي ضمن التنسيق بين الميليشيات والجماعات الإرهابية لتحقيق أهداف مشتركة بتنفيذ عمليات إرهابية في المحافظات المحررة بالتزامن مع عودة قيادات المؤسسات الدولة التنفيذية والتشرعية إلى عدن للمرة الأولى في إطار ترتيبات جديدة تشمل توحيد صفوف القوى المكونة للشرعية في مواجهة المشروع الحوثي الإنقلابي المدعوم إيرانيا والمهدد للأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة أجبرت ظروف العيش الصعبة ورقعة الفقر وانقطاع الرواة في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية أجبرت ألف من اليمنيين على بيع آثاث منازلهم ومقتنياتهم في صنعاب حسب ما وثقته تقارير محلية وشهود عين قبيل دخول الشهر المبارك ببضعة أيام وفي سباق مع الزمن بدأ الآلاف من اليمنيين في مناطق سيطرة ميليشي الحوثي الإنقلابية ببيع آثاث منازلهم ومقتنياتهم بغية الحصول على أقوة يومهم في الشهر المبارك الظاهرة وبحسب ما وثقته تقارير محلية وشهود عين في صنعاب برزت مؤخرا وبقوة إلى السطح وتوسعت في أكثر من منطقة حيث باتت أغلب الشوارع والأسواق معرضا مفتوحة لبيع مختلف أنواع الأثاث والمقتنيات المنزلية وبأسعار زهيدة الأسواق وبحسب تجار المستعمل في صنعاب شهدت إقبالا كبيرا من الرجال والسيدات على بيع أثاث منازلهم وهما يفسره أحد التجار بظاهرة يسعى السكان من خلالها إلى تغطية نفقات الشهر الكريم من مواد غذائية ومتطلبات أخرى تحتاجها أسارهم خصوصا بعد تدهور أوضاعهم المعيشية نتيجة استمرار الميليشيات بجرائم النهب والفساد والعبث بالمال العام للسنة الثامنة على التوالي مواطنون في صنعاء وبحسب تصريحاتهم قاموا ببيع بعض مقتنيات منازلهم وأدوات المطبخ الكهربائي على عدة مراحل بسبب توقف خدمة الكهرباء في بعض مناطق سيطرة الإنقلاب أو عدم قدرة البعض منهم على الاشتراك بها لغلاء أسعارها وعلى صعيد توسع ظاهرة بيع المقتنيات والأغراض الشخصية بصفوف معظم اليمنيين تحدث صحفيون يمنيون في صنعاء أنهم لجأوا إلى بيع مستلزماتهم من أجهزة خلوية وحواسيب بمبالغ وصفوها بالزهيدة بغية شراء نصف متطلبات أبنائهم في هذا الشهر ولكن ما يقف وراء حققة ذلك هو انقطاع رواتبهم وتعرضهم منذ ما يقرب من عامين للإقصاء الوظيفي من قبل الميليشيات بسبب رفضهم المشاركة بمناسبة الإنقلاب الطائفية يأتي ما تشهده مدينة صنعاء ومناطق سيطرة الإنقلاب من بيع للأثاث والمقتنيات بالتوازي مع تحذيرات أممية أفادت بأن نحو 25 مليون نسمة في اليمن من إجمالي سكان البالغ 30 مليون نسمة باتوا يعيشون تحت خط الفقر وبحاجة الماسة إلى الدعم أكثر من أي وقت مضى في أخبارنا المنوعة غادر أو كورونا غادر أكثر من 14 ألف شخص المستشفية المعقتة في شنغهاي بعد أن أنه فترة المراقبة الطبية وبدأت السلطة الصينية في المدينة بتخفيف الإجراءات والقيود التي فرضتها لمكافحة فيروس كورونا والتي أغلقت مدنا كبيرة في الصين وذكرت حكومة المدينة أنه تم السماح لأربعة ملايين شخص بمغادرة منازلهم بعد أن بدأت الجولة الأولى من تخفيف القيود التي فرضت الأسبوع الماضي تلقت النمور والقردة وجبات مثلجة لمساعدتها على التعامل مع ارتفاع درجات الحرارة التي وصلت إلى 38 درجة مأوية في حديقة الحيوان بمدينة ميريدا جنوب المكسيك وعمل عمال حديقة الحيوان بجنوب المكسيك على تحضير وجبات متنوعة عدت خصيصا لتناسب احتياجات كل نوع للتخفيف من وطعة حرارة الطقس عليها بعد أن وصلت درجة الحرارة إلى 38 درجة مأوية وذكر قائمون على الحديقة أن حمامات الماء والطين تساعد النمور كذلك لتحمي جلودها من الجفاف وفي خبرنا الأخير تحتفل الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا الخميس بعيد ميلادها السادس والتسعين صاحبت أطول فترة جلوس على عرش البلاد وسيجري تكريم الملكة إليزابيث بطرح دمية باربي على هيئتها بمناسبة اليوبيل البلاتيني لجلوسها على العرش ترجمة نانسي قنقر نهاية النشرة لمتابعاتنا بربلات المواشر زوروا مواقع القناة الغدوائي والمزيد من الأخبار تابع منصاتنا الظاهرة أسفل الشاشة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر